موسيقى الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد حرصاء مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية توقف محطة زيبوريديا النووية الأوكرانية عن العمل بشكل كامل بعد فصل آخر مفاعل نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته من منزلها في المرتفعات الإسكتنانية وأول محطة في إيدنبرا الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الوحيدة بتوقيت تيجر نتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصاء مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية ذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية بما يحقق التوازن بين حقوقي وحريات المواطنين ومباشرة السلطات العامة لوظائفها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقى المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد كذلك أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية خاصة ما يتعلق بحقوق المواطنة واللاجئين والمهاجرين وحماية الهوية الثقافية وجهود التنمية الاقتصادية وشدد الرئيس السيسي أيضا على أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها وأخترها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفية وأضف متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد حوارا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الأفريقية خاصة فيما يتعلق بدور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على السيادة الدول وأعرب المشاركون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجا لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء تتواصل اليوم الثاني على التوالي فعليات اجتماع القهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية الذي تصطدفه المحكمة الدستورية العليا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تشارك في الاجتماع أربعون دولة أفريقية يمثلها واحد وخمسون رئيس محكمة دستورية ومجلس دستوري ومحكمة عليا ويناقش الاجتماع القضايا الدستورية محل الاهتمام المشترك بين الدول الأفريقية بهدف تعزيز التعاون القضائي والقانوني والدستوري بين الدول الأفريقية يوصل لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولته التفاقدية التي بدأها أمس بمدينة شرم الشيخ لمتابعة تفاصيل مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمدينة كما تبع رئيس الوزراء عرضا قدمه محافظ جنوب سيناء خالد فودا حول استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ كذلك التقى رئيس الوزراء مع مجموعة من المستثمرين السياحيين بالمدينة لاستعراض مشروعات التطوير ورفع كفاءة المنشآت الفندقية في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ خلال نوفمبر المقبل كذلك التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات للتغلب عليها ودفع العمل بها وخلال جولته بمدينة شرم الشيخ تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات التي يشهدها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وأكد رئيس الوزراء أن هذه الجولة تستهدف الاطمئنان على تحسين مستوى خدمات المرافق في إطار الاستعدادات الضخمة التي تجريها الدولة حاليا لاستضافة مؤتمر المناخ وخلال الجولة تم الاستماع لشرح حول مشروع خزنات المياه الاستراتيجية الذي يتكون من ثماني خزنات بسعة ثمانين ألف متر مقعب وبتكلفة إجمالية تقدر بمائتين وثلاثين مليون جنيه لخدمة أربعين ألف نسمة بنسبة تنفيذ بلغت نحو تسعين بالمئة تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي محططي شحن للسيارات والأوتوبيسات الكهربائية ضمن متبعته تفاصيل مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ وخلال الجولة استقل رئيس الوزراء إحدى السيارات الكهربائية الملاكي التي يتم شحنها وقام بتجربتها مشيدا بإحدى مركات السيارات التي يتم تجميعها داخل مصر لافتا إلى أن التصنيع المحلي لهذه السيارات سيتيح من انتشارها بصورة أكبر كما تفقد رئيس الوزراء إحدى محطات شحن الأوتوبيس الكهربائية حيث استمع إلى شرح من مسؤول المشروع حول مكوناته اختار مجلس أمناء الحوار الوطني بالتوافق 44 مرشحا للمحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية وذلك خلال الاجتماع السادس لمجلس الأمناء الذي عقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان وانتهى المجلس من التوافق على 12 مرشحا للمحور السياسي ولجانه كما استقر المجلس على 18 مرشحا للمحور الاقتصادي ولجانه وفيما يخص المحور المجتمعي توافق المجلس على 14 مرشحا كما انتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى 5 لجانه حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلية وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاثة السابق اقرارها وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابية لجنة المحليات لجنة حقوق الإنسان والحريات العمى انتهينا من تحديد المقررين والمقررين المساعدين لكل البحاور الثلاثة سواء المحور السياسي سواء المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي تم إضافة بعض الموضوعات للمحاور ضفنا النهاردة في المحور خاص بالمحور السياسي ضفنا الحزاب السياسية بقت لها موضوع منفرد أضفنا النقابات ومنظمات العمل الأهلي أيضا برضو ضفنا محور آخر خاص بالريادة والشباب ضفنا أيضا موضوع آخر وهو السياحة كل دي موضوعات تم إضافاتها جديدة عن المحاور اللي كنا حددناها والموضوعات اللي كنا حددناها في الجلسات السابقة بالعودة إلى اجتماع المحاكم الدستورية الأفريقية ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل يعني محمود دعنا في تفاصيل الاجتماع وما تضمنه أيضا من فعليات ومناقشات حتى الآن نعم لازلنا نتابع معكم فعليات اليوم الثاني للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية هذا الاجتماع الذي يحظى بحضور عدد كبير جدا من قضاة الدول الإفريقية المختلفة ورؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية المختلفة ويحظى أيضا برعاية واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يوم مليء بالمناقشات وعدد من المحاور المتبقية في الأجندة الذي سيتم مناقشتها اليوم الجلسة الأولى التي انتهت اليوم منذ قليل والتي بدأت في ظهر هذا اليوم والتي كانت بعنوان الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة وهذه الجلسة التي ترأسها المستشار طارق شبل وهو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الإعلامي للمؤتمر وكان بهذه الجلسة عدد كبير من أساتذة القانون وخبراء القانون للحديث عن الموارد الطبيعية المشتركة وكيف يمكن أيضا تنمية الدول المختلفة في القارة الإفريقية وأكدوا على أن التوصيات التي ستخرج من هذا الاجتماع السادس ستكون محل تنفيذ للعمل على هذه التنمية أما الجلسة التي تنعقد الآن وهي الجلسة الرابعة على مدار يومين والجلسة الثانية لهذا اليوم وهذه الجلسة هي دور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الإفريقية ويرأس هذه الجلسة المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وكانت هناك أيضا كلمة للدكتور أحمد زيد مدير مكتبة الإسكندرية هذه الجلسة تنوعت ما بين حضور القامات الثقافية وأيضا القامات القضائية الدستورية وكان هناك عرض أيضا للتجربة المصرية في هذا الشأن وتحدث أيضا خلال هذه الجلسة رئيس المحكمة الدستورية للمملكة المغربية تحدث أيضا عن تجربة المملكة المغربية في هذا الشأن والجميع يتحدث على طبعا مشاركة رؤساء المحاكم الدستورية المختلفة في النقاشات وفي عرض الاقتراحات المختلفة للخروج غدا وهو اليوم الأخير بتوصيات تضمن تحقيق الهدف من هذا الاجتماع وهو تحقيق التعاون القضائي الدستوري المختلف في الدول الإفريقية وأيضا كلما تحدثنا مع رؤساء المحاكم الدستورية والوفود المشاركة كانت هناك أيضا اليوم زيارة لبعض الوفود لمقر المحكمة الدستورية العليا والجميع يعبر طبعا عن سعادته بهذا الاجتماع واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الاجتماع لتحقيق التعاون والتواصل بين الدول الإفريقية المختلفة هذه هي الصورة بالنسبة لليوم الثاني من فعليات الاجتماع رفيع المستوى السادس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية عودة إليكم مرة أخرى محمود جميل مراسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا لك استضفت مصر دورة تدريب المدربين العسكريين Training of Trainers للقوة الأفريقية الجاهزة لتدريب كوادر القوات المشاركة في مهام عمليات دعم السلام الأفريقية تضمنت الدورة التدريبية العديدة من المحاضرات والنقاشات عن تدريب المكون العسكري لقوات دعم السلام الأفريقي ومبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وحماية المدنيين أثناء نزاعات المسلحة تستهدف الدورة رفع مستوى عدد من كوادر المدربين من ممثلي كافة الأقاليم الأفريقية على أحدث طرق تدريب عناصر بعثات عمليات دعم السلام الأفريقية يأتي ذلك تأكيدا على الدور المصري الفعال في مجال السلم والأمن الأفريقي والتزامات المصرية تجاه القارة الأفريقية وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 441 قضية تمونية بمضبطات بلغت ما يقترب من 120 طن مواد غذائية وغير غذائية أما في مجال عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم ضبط أكثر من 67 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 50 طن أسمنت أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 716 قضية من بينها 83 قضية خبز نقص الوزن و66 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أكد سامح شكري وزير الخارجية والرئيس المعين لقاف 27 أن رئاسة المصرية لمؤتمر المناخ وضعت نصب عينها للانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلية فيما يخص مواجهة تدعيات تغيرات المناخ وفي كلمة لوزير الخارجية بافتتاح الفعاليات منتدى البيئة والتنمية 2022 أكد شكري أن قضية مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية باتت حقيقة وقعة لافتا إلى أن التقارير العالمية تشير إلى أن حجم الجهد والعمل العالمية لا يكفي لمواجهة هذه التغيرات وأضف شكري أن مؤتمر المناخ يمثل فرصة لمناقشة تأثير تغيرات المناخ على الغذاء وطرح حلول لمواجهة أزمة الغذاء استعرض وزير الخارجية سامح شكري رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 بما يشمل القضايا ذات الأولوية في عمل المناخ الدولي جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المديرة التنفيذية استقبل السيد سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اليوم السيدة إنجر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وذلك لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات محل اهتمام الجانبين ذات الصلاة بعمل المناخ الدولي وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير الشكري حرص خلال المقابلة على تقديم التهنئة بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1972 مشيدا بعمل البرنامج وبجهوده في مجالة البيئة وتغير المناخ بما في ذلك الإصدار المؤخر لتقريرين حول التكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات وهما التقريران الذين استرشد بها مع الرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27 لهذه الموضوعات في إطار التحضير الجاري للمؤتمر شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية ما رسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيل للتقاعد في الأول من يوليو 2022 وقام وزير الدفاع بتقليد القادة المكرمين وسامة الجمهورية من الطبقة الثانية بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيل إلى التقاعد في الأول من يوليو 2022 وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لرعايتها المستمرة والدعم المتواصل الذي تقدمه لهم ولأسرهم مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما عنوانا للعطاء والوفاء جيلا بعد جيل وقام الفريق أول محمد زكي بتقليد القادة المقرمين وسامة الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المقرمين الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفاني في أداء واجبهم ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في مختلف الأوقات والظروف مؤكدا على أن ما قدموه من أعطاء وتضحيات لرفعة شأن الوطن سيذكرها التاريخ دائما مشيدا بدورهم في خدمة القوات المسلحة وتماسكها في مواجهة كافة الصعاب وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية وأكد الفريق أول محمد زكي أن رجال القوات المسلحة سيظلوا دائما على قدر المسئولية الملقاط على عاطقهم مهما تعقبت الأجيال بكل شجاعة وشرف مؤكدا أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها كما وجه القائد العام الشكر لأسر القادة المقرمين تقديرا لما تحملوه من مسئولية اجتماعية كبرى في أعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على البذل والعطاء حضر الاحتفال الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم أعلنت شركة أنيرجو أتوم الأوكرانية المسؤولة عن تشغيل محطة زابوريجيا للتقنوية توقف العمليات بالكامل في المحطة التي تسيطر عليها روسيا وأضافت الشركة أنها فصلت الوحدة السادسة بالمحطة عن شبكة الكهرباء لتبريد الوقود النووي ولسلامة الموقع وذلك في الوقت الذي طلبت فيه كييف من سكان المناطق حول المحطة الإجلاء من أجل سلامتهم هذا وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصف المحطة ما ينذر بحدوث كارثة نووية قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس الشميهال إن العمليات العسكرية الروسية تسببت في أضرار لأوكرانيا بأكثر من 340 مليار دولار ودعا شميهال في تصريحات خلال منتدى يالتا للإستراتيجية الأوروبية في كييف أن تكون أصول روسيا المصادرة هي مصدر أولوية قصوى لتمويل إعمار أوكرانيا وليس فقط الدعم الدولي يذكر أن منتدى يالتا للإستراتيجية الأوروبية هو مؤتمر سنوي دولي للسياسيين ورجال الأعمال الأوكرانيين والأجانب وقد تأسس في عام 2004 عرباء. زم مدينة شرم الشيخ. طبعاً الحقيقة أنا بشرف بوجودي على مدار يومين في مدينة شارم الشيخ طبعاً لتوجهات فخامة رئيس بمتابعة الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ في نوفمبر القادم والحقيقة كانت توجهات فخامة رئيس أنه طبعاً يتعامل تطوير شامل للمدينة بحيث تبقى مدينة شارم الشيخ مدينة خضراء ومستدامة بحيث تعبر عن طبعاً أهداف هذا المؤتمر وفكر المؤتمر أنه هو بيتكلم على إزاي أن إحنا كعالم كله نتعامل مع التغيرات المناخية من خلال تطبيق أفكار التنمية الخضراء والتنمية المستدامة الحياة مبارح طبعاً بدأنا الزيارة بتفقد التطوير الشامل اللي اتعامل في مطار شارم الشيخ والحقيقة هو تطوير كامل وفيه صالة كاملة جديدة تم إضافتها ورفع كفاءة الصالة الأولينية بحيث النهاردة أصبح مطار شارم الشيخ قادر على استقبال أكتر من 10 مليون سائح على مدار السنة وده طبعاً رقم كبير جداً لنتيجة ليه إن شاء الله تخططنا أن مدينة شارم الشيخ حتستوعب المزيد من أعداد السياح في الفترة القادمة الحقيقة يمكن اتمنيت على توفر كل الخدمات اللي حتبقى موجودة في المطار منذ لحظة نزول الطائرة حتى خروج السائح من المطار بكل الخدمات اللي موجودة بدءاً يمكن أنا عايز أقوله ويمكن دي كان برضو يعني توجيه من فخامة الرئيس لوزارة النقل برافع كفاءة الممرات أو الرانوي بتاع المطار بحيث بقى يبقى حيبقى عندنا ممرين يعني يقدروا يشتغلوا في وقت واحد الاتنين مع بعض وده يبقى زيه زي أي مطار عالمي على أعلى مستوى في أي حتة في العالم وطبعاً مع صلاة الانتظار والوصول والاستقبال والسفر كل ده بيتعمل بطريقة أكثر من رائعة الدخول السياح الكونترات اللي بتستقبل تم مضاعفتهم كأرقام بحيث يبقى عندنا منظومة كاملة يقدر السائح يعني بأسرع وقته ممكن يخرج من المطار بأفضل طرق للاستقبال والتقديم الخدمات اللي حيمكن امبارح أيضاً كان تركزنا طبعاً على منطقة مركز المؤتمرات الرئيسي اللي حيتعمل فيه المؤتمر نفسه وتفقدنا مع كل السادة الوزراء كل الأعمال اللي بتتم على الأرض هناك من رفع كفاءة المركز الحالي وإضافة ما تطلق عليها المنطقة الزرقاء اللي هي خاصة بسكرتارية الأمم المتحدة واللي حتبقى فيها تمثيل كل الدول والمؤسسات الرسمية ودي يمكن شفنا حجم العمل اللي بيتم على الأرض هناك وعايز أقول أن يعني الحمد لله ودي نقطة مهمة جداً يعني نتيجة طبعاً لسمعة مصر وقدراتها ونجاحها دايماً في استضافة الفعاليات الهمة عدد الراغبين أن هذا العام في الاشتراك في المؤتمر قمة المناخ في مصر تقريباً ضعف الأعداد اللي كانت في المؤتمرات السابقة في العامين السابقين وده دنا طبعاً تحدي أن أنا مضطر أن أنا أستوعب كل الأعداد ودي كانت توجيهات سيادة الرئيس كل اللي عايز أنه هو يشارك في هذا المؤتمر لازم أن احنا نوفر له أماكن وما نعتذرش الحد وبناء على هذا الكلام ضعفنا المسطحات اللي حتبقى متاحة ودي طبعاً حتبقى مسطحاتي إما دائمة أو مؤقتة ممكن أن احنا نفكها بعد المؤتمر إن شاء الله المنطقة المهمة جداً أيضاً ما يطلق عليها المنطقة الخضراء ودي المنطقة اللي بتخص المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني سواء في الخارج أو في الداخل بحيث أنه هو طبعاً مهم جداً وإحنا هناك حرص شديد جداً على وجود أكبر حجم من مؤسسات المجتمع المدني الدولية والمحلية عشان تشارك وتجدي بقراءها جوه أثناء فعاليات هذا المؤتمر فبالتالي برضو كنا تفقدنا كل الأعمال الخدمات اللي هتبقى موجودة والأماكن اللي بتم النهاردة تنفيذها وتأكدت ويمكن وده كان يعني توجيه لكل الجهات اللي احنا بتنفذ إن شاء الله إن شاء الله على يعني فترة زمنية لا تتجاوز الشهر نكون منهيين كل الأعمال عشان يبقى عندنا الفترة بعد كده اللي هو أعمال اللوجستية والتنظيمية من أول بداية شهر أكتوبر لغاية بداية إنعقاد المؤتمر في نوفمبر دي فترة فقط لأعمال التنظيم والتشتباط النهائية فيما يخص الأعمال اللوجستية فدي كانت الحياة مبارح كانت جولة يعني كبيرة جداً النهاردة طبعاً مع السيدة الوزراء شرفنا بتفقد بقى كل أعمال التطوير اللي بتتم في المدينة نفسها طبعاً برفقة سيدة المحافظ والحقيقة يمكن حجم عمل يعني إحنا بنعمل تطوير نوعي شامل لمدينة شرم الشيخ في كل شيء ويمكن يعني الزملة مبارح أنا عايز أتكلم على إن إحنا إزاي بنحول مدينة شرم الشيخ لمدينة زكاية يعني عندنا الحقيقة مبارح شفنا منظومة التكسيات الجديدة اللي هتبقى موجودة هنا عندنا أكتر من 717 تكسي حيبقوا للموجودين كل المدينة النهاردة منظومة التكسي اللي هتبقى موجودة عشان حالكم ببس نبقى متخيلين كل تكسي في نظام تتبع بحيث يبقى عندي أنا مبنى مركزي وحدة مركزية على مستوى شرم أنا شايف كل مركبة بتتحرك للتكسيات هنا أنا بتكلم على التكسيات عارف مكانها بتتحرك فين في اللحظة في أي لحظة وشايفها والأهم جوه كل تكسي فيه كاميرا داخلية بتقدر النهاردة عشان نبقى مطمئنين أن أي سائح أو أي راكب موجود بيبقى يعني في أقصى درجات الأمن والأمان فيه منظومة كاملة للعداد الدفع وده بيبقى حتى بالنظام الكريدت كارد ممكن بيدفع قيمة السداد أجرة التكسي بالمكانة اللي هي بتسحب الفلوس من خلال الكريدت كارد منظومة كاملة حتى نقدر أن احنا نوجه السائق وهو بيسوق من المبنى المركزي نقدر نكلمه ونقوله لو فيه أي مشكلة نقدر نتعامل معها بصورة فورية جنبا إلى جنب مع هذا الموضوع فيه منظومة جديدة بنحطها يمكن شرم الشيخ هتبدأ فيها كأول مدينة تطبق منظومة خدمة الدراجات اللي هو أن المواطنين هنا والسياح يقدروا ياخدوا الدراجات التشاركية يقدر ياخدوها وأحضركم شفتوها معانا بيقدر يركب الدراجة وفيه مسارات بقت محددة موجودة النهاردة في المدينة لمسارات الدراجات يقدر المواطن أو السائح ياخد هذه الدراجة وبرضو بيدفع بنظام الكروت ويقدر أن هو ياخدها وبيتركها في أي مكان لو هو عايز لأن احنا برضو هذه الدراجة عليها نظام تتبع ونقدر من خلال الشركة اللي بتدير هذا الموضوع نقدر نجيب الدراجة من أي مكان دي منظومة النهاردة بقت حتبقى موجودة كبيرة جدا فيما يخص هذا الموضوع طبعا برضو تفقدنا منظومة الحقيقة محطات شحن السيارات الكهرباء اللي حتبقى موجودة 18 محطة شحن ب36 نقطة شاحن دي للسيارات اللي هي الملاكي ويمكن احنا شفنا برضو أول مجموعة من السيارات اللي حتبقى متاحة برضو للاستغلال أثناء المؤتمر في عدد كبير جدا يمكن أنا مش عايز أقول مئات السيارات اللي حتبقى متاحة أثناء المؤتمر كلها عربيات كهرباء حتبدأ أنها تستغل في أثناء المؤتمر برج دور حركة تنقلات المشاركين في المؤتمر أيضا طبعا تفقدنا محطة الشاحنات الرئيسية احنا عندنا حيبقى فيه 260 أوتوبيس جديد سواء بيعملوا بالغاز أو بالكهرباء ودي برضو منظومة عشان منظومة بيقية وكل دول هذه الأوتوبيسات بتتبع المعايير البيقية في عملية السير والحركة لأن زي ما بقول لحضراتكم احنا بنتكلم على مدينة خضراء بالكامل حتى تفقدنا يمكن زي ما حضراتكم شفتوا أعمال تطوير محطات المياه ومحطات الصرف الصحي فيه يمكن كانت عندنا بحيرات الأكسادة ودي بحيرات اللي احنا كنا بنصرف عليها مية الصرف الصحي المعالج وأصبحت النهاردة زي ما حالكم شفتوا معنا مكان للطيور وهجرة الطيور المهاجرة وكان الحقيقة منظر جميل جدا شفنا طيور لأول مرة بتقف في هذا المكان ويمكن كان تأكيدي مع كل الزملاء أن احنا دايما نضمن أعلى مستوى من المعالجة المياه عشان نطمئن أن ده لسلامة الطيور وسلامة البيئة لأن دي حتبقى لوحدها مقصد سياحي أن السياح يجوا يتفرجوا على الطيور وهي بتبقى موجودة في هذه الفترة من فترات السنة الحقيقة يعني اتعمل أعمال تطوير هائلة في الممشى السياحي زي ما حراكم شفتوا منطقة خليج نعمة يعني عندنا ستة كيلو كاملين حيبقى فيهم مصارات كلها عبارة عن أماكن للمشى برجولات أماكن محلات لتقديم المشروبات والأطعمة والمنتجات المصرية المميزة حيبقى فيه أماكن للفرق الفنية المصرية تؤدي فيها فقرات فنية على مدار المؤتمر بحيث يبقى الحقيقة إن شاء الله هذا المؤتمر بإذن الله يبقى يعني وجهة حضرية نسوق بيها مصر سياحيا للعالم ونوري بيها حجم اللي بيتعامل في مصر من مشروعات تنموية وده الهدف الرئيسي من هذا الموضوع الحقيقة برضو الصبح الحقيقة أنا انتهست فرصة وجودنا في شرم الشيخ وقعدنا مع كبار المستثمرين المصريين الوطنيين في قطاع السياحة ويمكن اتكلمنا على حجم الدعم اللي الدولة المصرية قدمته لهذا القطاع على مدار السنين اللي فاتت في ضوء الأزمات اللي واجهها هذا القطاع وأيضا اللي مستمرين فيه يعني الدولة فيه إنها تديه للسائحين والحقيقة يمكن لقطاع السياحة ويمكن هنا كان كلامي بمنتهى الشفافية والمكشفة مع كل المطورين السياحيين والقطاع الخاص المصري إن مصر دديها القدرات هائلة في هذا القطاع والدولة بتعمل كل اللي تقدر عليه من بنية أساسية من إجراءات تيسيرية من حوافز من كل الخطوات اللي منشأناها إن احنا نشجع هذا القطاع على التضاعف لإن إذا كنا النهاردة بنتكلم إن الحمد لله عندنا آه صحيح بالرغم من كل الأزمات بقى عندنا 11 مليون سايح وده تقريبا بقية الأرقام قبل أزمة كورونا ولكن إحنا طمحنا مضعفة هذا العدد وفي خلال فترة زمنية بسيطة فإذا كان النهاردة كانت إرادتنا بتيجي من السياحة في حدود 11-12 مليار دولار سنويا أنا بكلم مع القطاع النهاردة الخاص والمطورين عن إن إحنا نحقق مستهدف 30 مليار دولار في خلال السنوات القليلة القادمة وبالتالي كان طلبت منهم إنهم يتحط خطة تنفيذية واضحة تماماً بمستهدفاتهم ومتطلباتهم من الدولة عشان تعملها لهم عشان نصل إلى 30 مليار دولار في خلال سنتين تلاتة من النهاردة وهنا بكلم حتى لإن دي يمكن تبقى لتوجهات فخامة الرئيس إن إحنا نعقد مؤتمر اقتصادي كبير والناقش فيه كل الرؤى الاقتصادية للدولة المصرية إن دي يبقى جزء من هذا المؤتمر وإن هم يعرضوا من وجهة نظرهم إزاي نضاعف من عوائد السياحة في خلال الفترة القادمة ده أنا مش عايز أطول على حضراتكم ولكن طبعاً أنا أحابب إن أنا أنتهز الفرصة إن أنا أوجه كل الشكر لكل الحقيقة المؤسسات اللي في الدولة النهاردة اللي بتعمل على قدم مساق على مدار 24 ساعة علشان فعلاً نواجه هذا التحدي بالخروج بهذا المؤتمر بأعلى مستوى من التنظيم طبعاً محافظة جنوب سيناء الحقيقة يعني بتنسك كل أعمال الجهود التنمية اللي بتحصل ولكن طبعاً أنا أحابب أشكر الحقيقة القوات المسلحة والهية الهندسية ووزارة الدخلية وأيضاً طبعاً وزارة النقل وزارة الطيران وزارة الإسكان وزارة البيئة يعني وزارة الكهرباء يعني الحقيقة كل وزارات الدولة النهاردة بتشتغل معانا على أن إحنا نطور المدينة بالكامل بأسرع وقت ممكن علشان إن شاء الله تخرج في يوم الافتتاح بأبهى صورة بإذن الله مشاهدنا الكرام شاهدنا تصريحات السيد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ خلال نوفمبر المقبل كذلك التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات والمختلف الخدمات بمحافظة جنوب سيناء أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية ذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية وما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين ومباشرة السلطات العامة لوظائفها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريق المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي رؤساء المحاكمة الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكمة الدستورية والعليا الأفريقية وذلك بحضور المستشار بولوس فهي رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه المستشار الدكتور محمد النجار والمستشار الدكتورة فاطمة الرزاز والمستشار الدكتور طارق شبل صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة مؤكداً سيادته حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها اسمحوا لي أرحم بكم جميعاً ضيوف كرام أعزاء على مصر اسمحوا لي لكم من الاستمرار في انخذ هذا الاجتماع وزي ما بقول كده في الدورة السادسة بالقاهرة يؤكد على وحدة الهدف والمصيد المشترك بين شعوبنا التي تنحز إلى قيام الحق والعدل وتتطلع في يقين الراسخ إلى تعميق مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات وكمان اسمحوا لي أكد معكم أن محاور اجتماعكم بتدور حول المواطنة وحقوق اللاجئين والمهاجرين وحماية الهوية الثقافية وحقوق الشعوب الإفريقية في مواردها الطبيعية المشتركة وأيضاً التنمية الاقتصادية من مزور اجتماعي إنما هي سول مثل لتحقيق مفهوم التنمية الشعوب الإفريقية وأنني على ثقة من استمرار مسيرة نجاح هذا الاجتماع على أحوى أن تؤكده نتائج أعمال اجتماعاتكم الخمسة السابقة وشدد السيد الرئيس على أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي فضلاً عن صون أمنها واستقرارها من جانبه أكد المستشار بولوس فهمي أن رعاية السيد الرئيس للمؤتمر تعد شرفاً كبيراً مثمناً حرص سيادتي على ترسيخ وتعزيز الوعي بأهمية استقلال القضاء وتعزيز الدور الذي تطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية لا سيماً في ظل نجحها في إسراء المفاهيم القانونية والدستورية في المجتمع المصري أضاف المتحدث الرسمي أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس مثمنين الدور الحيوية للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم الدستورية الإفريقية والذي تحول إلى تقليد سنوي هام على مستوى القارة يعكس التوجه السابت لمصر تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها وقد شهد اللقاء حواراً مع السيد الرئيس الشميل أهمية الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية خاصة فيما تعلق بدور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول كما أعرب المشاركون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجاً لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء نظمت الكلية الفنية العسكرية اليوم العلمي لها والذي تضمن إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة للابتكار في الأنظمة غير المأهولة حضر الفعليات عدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة وقدام أعضاء هيئة التدريس وعدد من عمداء كليات الهندسة والمراكز البحثية نظمت الكلية الفنية العسكرية اليوم العلمي لها والذي تضمن إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة جائزة الفريق إبراهيم سليم للابتكار في الأنظمة غير المأهولة أرضية وبحرية وجوية وأقمار صناعية والتي نفذت خلال فترة من الثالث إلى الثامن من سبتمبر 2022 وإعلان نتيجة مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولية السادس للطلبة بمرحلة البكريليوس الذي عقد في الفترة من الخامس إلى الثامن من سبتمبر 2022 بدأت الفعاليات بكلمة اللواء إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية رحب خلالها بالعلماء والباحثين المشاركين بالمؤتمر والمصابقات العلمية من مختلف الدول والجهات معربا عن تطلعه أن تثمر تلك الأنشطة وما تضمنته من مصابقات وابتكارات وبحوث وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب منها وتم أعلان النتائج وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى من طلبة الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية القائمين بمشروعات تخرج متميزة بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ألقاب علمية وألقى اللواء مصطفى عبدالوهاب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نقل فيها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور مشيرا إلى أن اليوم العلمي فرصة لإبراز النشاط العلمي والبحثي للكلية الفنية ومختلف كليات الهندسة والمؤسسات البحثية موضحا أن الكلية الفنية العسكرية تعتبر من الصروح العلمية والبحثية المتميزة في مصر أعقب ذلك افتتاح المعرض العلمي السنوي والذي عرض من خلاله مشروعات التخرج المتميزة التي لها عائد على خطة البحوث بالقوات المسلحة للكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعة المصرية بالإضافة إلى استعراض النشاط البحثي المتميز لأعضاء هيئة التدريس بالكلية حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة وعدد من عمداء كلية الهندسة والمراكز البحثية وطلبة الكليات العسكرية والجامعات المصرية غادر نعش الملكة إليذبث الثانية قلعة بلمرال التي كانت محببة إليها اتبدأ الملكة التي رحلت بعد سبعين عاما من اعتلاء العرش رحلتها الأخيرة إلى لندن لتقام لها جنازة رسمية حمل حراس قلعة بلمرال لأن نعش الملكة الرحلة لبدء رحلة مدتها ست ساعات ومسافتها حوالي مائتين وثمانين كيلو متراً عبر البلدات الإسكتلندية وصولاً إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبيرا وهذا وسيتم نقل النعش من قصر باكنجهام الأربعاء المقبل إلى مجلسي البرلمان حتى موعد الجنازة في كنيسة وست مينستر في التاسع عشر من سبتمبر الجاري أقيمت مراسم في عاصمتي أستراليا ونيوزيلندا لإعلان الملك تشالز الثالث رسمياً ملكاً لكلاء البلدين العهل البريطاني يرأس 14 دولة أخرى غير المملكة المتحدة منها أستراليا ونيوزيلندا ولكنها رئاسة شرفية إلى حد كبير وسط ترقب في كافة أرجاء التاج البريطاني داخل المملكة المتحدة وخارجها لمراسم دفن الملك الراحلة إليزابيث الثانية أقيمت مراسم رسمية في عاصمتي أستراليا ونيوزيلندا لإعلان الملك تشالز الثالث رسمياً ملكاً لكل البلدين في نيوزيلندا شهد البرلمان في ويلنكتون مراسم إعلان تشالز ملكاً خلفاً للملكة إليزابيث التي توفيت الخميس الماضي عن عمر ناهز 96 عاماً رئيسة الوزراء جاساندا أرديرن قالت في كلمة لها بالبرلمان إن المراسم أقيمت للاعتراف بنجل الملكة ملكاً لبلادها الملك تشارلز أظهر باستمرار رعايته العميقة لشعبنا ويقدر شعبنا هذه العلاقة وليس لدي أدنى شك في أنها ستزداد عمقاً وفي أستراليا أعلن الحاكم العام ديفيد هيرلي ممثل العاهل البريطاني رسمياً الملك تشارلز ملكاً للبلاد في مراسم بمبنى البرلمان في كامبيرا كما تم تنكيس الأعلام الوطنية في أستراليا وتعليق عمل البرلمان بسبب وفاة الملكة إليزابيث ثانية جاء التاج بمفرده وبحق إلى الأمير تشارلز فليب آرثر جورج لذلك نحن الجنرال ديفيد هيرلي والحاكم العام لكومون ويلس أستراليا يعلن أعضاء المجلس التنفيذي الفيدرالي الآن أن الأمير تشارلز الثالث ملك أستراليا ومالكه وأقاليمه رئيث الكومون ويلس العاهل البريطاني يرأس 14 دولة أخرى غير المملكة المتحدة منها أستراليا ونيوزيلندا لكنها رئاسة شرفية إلى حد كبير كانت الملكة إليزابيث الثانية قد بدأت حياتها الملكية قائدة لأثنتين وثلاثين دولة تابعة للتاج الملكي لكن على مدار سبعين عاما عزلتها سبع عشرة دولة من المنصب ليتبقى خمس عشرة دولة من دول الكومون ويلس يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء الذكرى الحادية والعشرين لهجمات الحادية عشر من سبتمبر بإلقاء تصرحات ووضع إقليل من الظهور في مبنى البنتاجون وستشهد نائبة الرئيس كامال هاريس حفل إحياء في النصب التذكري الوطني لذكرى الحادية عشر من سبتمبر في مدينة نيويورك في التاريخ الحديث هناك العديد من الأحداث الفارقة التي شهدها العالم ولعل من أبرزها أحداث الحاد عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة والتي غيرت وجه العالم وتركت وراءها صدمة ستظل عالقة في الأذهان لسنوات طويلة في مثل هذا اليوم قبل واحد وعشرين عاما استيقظ الأمريكيون على كارثة غير مسبوقة حيث تم اختطاف أربع طائرات ركاب واستهداف أماكن محددة وقبل أن تدق الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيويورك وتحديدا في 48 دقيقة استضم الطائرة من طراز بوينغ بأحد برجية مركز التجارة العالمية وبعد نحو 18 دقيقة فوجئ العالم باستضام طائرة أخرى بالبرج الآخر حادثتان مأسويتان تسببت في اشتعال طوابق عدة من البرجين لفترة طويلة قبل أن يبدأ البرج الأول في الانهيار ليلحق به البرج الآخر بعد نحو نصف الساعة وقبل أن يستفيق العالم من وقع الصدمة استضمت طائرة ثالثة بمقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في ولاية برجينيا مما تسبب في انهيار جزئي في الجانب الغربي من المبنى الهام أما الطائرة الرابعة فكانت في طريقها نحو العاصمة لكنها تحطمت في حقل بولاية بنسلفانيا بعد أن تصد ركابها للخاطفين وقد أسفرت الهجمات عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص وإصابة الآلاف ووجهت واشنطن وقتها أصابع الاتهام لتنظيم القاعدة الإرهابية لتبدأ بعدها الحرب على الإرهاب والتي بدأتها الولايات المتحدة بالتدخل العسكرية في أفغانستان يواصل الناخبون في السويد الإدلاء بأصواتهم في انتخابات فرلمانية يتنفس فيها الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي ليسار الوسط وهو الحزب الحاكم أمام كتلة من اليمين المتطرف وشهدت الحملات الانتخابية تشحنا بين الأحزاب فيما يتعلق بجرائم انتشار السلاح وارتفاع التضخم وأزمة الطاقة لتكون الأكثر حدة على مدى سنوات انتخب حزب المحافظين الكندي بير بواليف زعيما له ليصبح على رأس المعارضة في مواجهة حكومة رئيس الوزراء جاستين ترودو وحصل على أكثر من 68% من الأصوات خلال الجولة الأولى لانتخابات الحزب يستعد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو لموسم شتوي قارس مع تصدر معارضة قوية للمشهد السياسي في البلاد فبعد نحو عام على فشلهم في الانتخابات التشريعية انتخب المحافظون الكنديون زعيما جديدا هو الشعبوي بير بواليفر الذي فرض نفسه على خصومه وسيكون على رأس التيار المعارض لترودو بواليفر شغل سابقا مناصب حكومية كما يتمتع بشعبية بين المحافظين مكنته من الحصول على أكثر من 68% وذلك في الجولة الأولى لانتخابات الحزب المعارض الجديد لم يتوانى عن مهاجمة الحكومة في أول لقاء جماهيري رسمي أمام نشطاء حزبه وذلك في العاصمة الكندية أوتاوى داعيا إلى ضرورة معالجة التضخم حماية لأموال الكنديين كما انتقد إجراءات جاستان ترودو الضريبية بير بواليفر البالغ 43 عاما اختبر قوته قبل أشهر وذلك في مواجهة الحكومة الكندية بدعمه حركة سائق الشاحنات التي هزت البلاد والتي فرضت حصارا لمدة ثلاثة أسابيع في أتاوى للمطالبة خصوصا برفع القيود الصحية رئيس الوزراء الكندية جاستان ترودو صارع لمهدنة زعيم المعارضة الجديد بتهنئته ودعوته للعمل معا لتحقيق نتائج أفضل للمواطنين وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش كرثة الفيضانات في فاكستان بأنها مذبحة مناخية ودعا إلى تقديم مساعدات دولية ضخمة وفورية كان جوتيريش قد قام السبت بزيارة للمناطق التي تضررت جراء الفيضانات في جنوبي فاكستان حيث تكافح السلطات لإنقاذ عشرات الألاف من النازحين جراء الفيضانات ويلقي الخبراء باللوم على التغيرات المناخية في هطول الأمطار الغزيرة عن المعتاد والتي بدأت في شهر يونيو الماضي يواصل سكان إقليم السند الذي اكتحده الفيضانات في باكستان مواجهة الضمار ذلك بعد إعلان الأمم المتحدة أن العالم ملزم بتقديم كميات هائلة من المساعدات هذا وأدت الفيضانات إلى مصر ما لا يقل على 1396 شخصا وإصابت نحو 13 ألف آخرين وكذلك تشريد الملايين كما دمرت المياه البنية التحتية للطرق والاتصالات وحتى الآن أرسلت وكالات الأمم المتحدة والعديد من الدول ما يقترب من 60 طائرة محملة بالمساعدات أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية أن الجيش سيواصل ملاحقة تنظيم داعش الإرهابي وعدم منحه أي فرصة للظهور مجددا وأوضح المتحدث باسم القوات العراقية نو تم توجيه ضربات موغعة للتنظيم الإرهابي خاصة في السلاسل الجبلية بحمرين وكانت خلية الإعلام الأمنية في العراق قد أعلنت أمس مقتل أربعة إرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين في ديالا بعد تنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات F-16 أفادت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الجيش اليمنية أطلقت عملية عسكرية في محافظة طائبين جنوب غربي البلاد لتطهيرها من الإرهاب وأوضحت القوات اليمنية أن العملية قد انطلقت على اتجاهين هما الخط السحلي والمناطق الوسطى بتقطية من طائرات مسيرة لرزد العناصر الإرهابية والعمل على تتبعها داخل الأوكار الجبلية أعقدت مؤسسة حياة كريمة اجتماعا مع أعضاء هيئة الجايكا اليابانية وذلك لتنسيق تطوير مئة مدرسة في قرى حياة كريمة بالإضافة إلى تنسيق تعميم أنشطة التوكاستو بمدارس حياة كريمة وأكدت مؤسسة حياة كريمة أنه تمت مناقشة الأليات وتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية عن طريق اعتماد خطة زمنية للتطبيق وخطة لتدريب المعلمين ومتطوع مؤسسة حياة كريمة مشيرة أنه يجرى فحص المرحلة الأولى من المدارس المقترحة لتطورها للبدء في أقرب وقت وجه وزير التنمية المحلية هشام أمنى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة المستمرة للمشروعات المنفدة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لضمان تحقيق أهدفها من تحسين وأحداث تغير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة للمواطنين وفي هذا السياق تابعت وزارة التنمية المحلية بعض المشروعات المنفدة في محافظات كفر الشيخ والدق أهلية والمينيا وسهاج والغربية لتحقيق التنمية الشاملة والبناء المستمر في جميع القطاعات من خلال المبادرة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركية مؤكداً أنه لا صحة لرفع أسعار الدولار الجمركية وأن المنشرات المتداولة لا أساس لها من الصحة وأنه لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري كل يوم مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية انطلق برنامج التمكين الاقتصادي فرصة بحديقة الأزهر ويضم ملتقى للتوظيف بمشاركة 24 عارض من كبرى الشركات وقام البرنامج بتوفير 200 فرصة عمل للشباب وتسليم بعض الأجهزة التعوضية لعدد من أصحاب الهمام وأكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن برنامج فرصة يمثل منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل استكمالا لمنظومة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للفئات الأولى بالرعاية وكذلك مساعدة القادرين للانتقال من مرحلة الدعم إلى الاستقلالية المالية ويهدف البرنامج إلى دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل ودوي الهمم في الاندماج بسوق العمل أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير حرص الوزارة على تنمية وتطوير كافة التجامعات الصناعية بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنفسية المنتجات المصرية بالسقين المحلية والعالمية أشار وزير التجارة لأن الدولة تستهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بمدينة روبيكي وتكامل السلاسل القيمة بها حيث تم إنشاء مئة مصنع بالمدينة وفقا للتوجهات الرئاسية لإتاحة بيئة مواتية لصناعة منتجات تامة الصنع من أحذية وشنط وملابس جلدية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستراد جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير لمدينة الجلود بربيكي والتي تضمنت زيارة عدد من المدابغ بالمدينة إلى جانب المركز التكنولوجي ومصانع الغراء تلقت وزيرة التخطيط وتنمية الاقتصادية هالا السعيد تقريرا حول الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية حتى يوليو 2022 وأكدت وزيرة التخطيط أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يستهدف تحسين الخصائص الديمغرافية لأول مرة مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة بالإضافة إلى ضبط النمو السكانية مضيفة أن المشروع يتضمن عدة محاور هي التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع وتوعية ثقافية والتدخلات التربوية بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي أنهت البرصة المصرية تعملت اليوم بداية جالسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تدولات متوسطة ربح رأس المال السوقي نحو 8 مليارات و400 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 711 مليارا و11 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 89 من 100% ليغلق عند مستوى 10356 نقطة كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 متساول أوزان بنسبة 61 من 100% ليغلق عند مستوى 2287 نقطة وقفز مؤشر إي جي أكس 100 متساول أوزان بنسبة 61 من 100% ليغلق عند مستوى 3276 نقطة انتهت النشرة ولا يتبقى سوى التذكرة الرئيس سيسي يؤكد حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية توقف محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية عن العمل بشكل كامل بعد فصل آخر مفاعل نعش الملكة إليزبيث يبدأ رحلتهم من منزلها في المرتفعات الإسكتلندية وأول محطة في إيدنبرا مشاهدين وصلنا إلى ختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة